قبل ما نبدأوا ما تنسوا ونجدروا جامل فيديو تشتركوا بالقناة يونيوز تودي بجد ما يصلكم جديد الأخبار إغلاق الحمامات بالمغرب قرار رسمي ابتداء من اليوم كشفت مصادر محلية أن السلطات بمدينة الضار البيضاء أجبرت أرباب الحمامات على تنفيذ القرار الذي أصدره ولي جهة الضار البيضاء أصدرت بإغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومي الإثنين وأضح المصدر نفسه أن جميع الحمامات المتوجدة بجهة الضار البيضاء أصدرت أغلقت صباح اليوم الإثنين أبوابها استجابة للقرار الذي يصدره الولي ذلك لترشيد استهلاكي المياه وأكد المصدر داته أن مجموعة من المدن عملت على تنفيذ قرار خلال الأسبوع الماضي أي مباشرة بعد إصدارها في حين هناك مدن أخرى لازالت تطرية في تنفيذها ترجمة نانسي قنقر